أعرب وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شوكري عن التقدير للتعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة في مجالات تغير المناخ والطاقة النظيفة والتحول الأخضر وخلال تلقي اتصال هاتفي من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري لبحث أوجه التعاون والتنصيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال مواجهة تغير المناخ أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مشاركة أمريكية رفيعة المستوى خلال فعاليات الدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل